لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صافح يوماً إذ فارك مرحباً بكم إن شاء الله تكونوا بخير وصحة كويسة عن جديد فيديو عن عطور الخريف وتصلح أيضاً منها العطور الشتاء بس للعطور الاقتصادية اللي ما بتراوح سعرها يعني بأغلب البلدان من 10 ل 15 دولار للأشخاص اللي حابين يروحوا لعطورات اقتصادية بدون ترتيب حنبلش وأغلب للتنويه وأغلب هذه العطورات هي عطور يعني متعوب على أمبلاجة مثل ما حكينا دايماً إنه بتعبوا على الأمبلاج ولكن ببقى شغلات صغيرة وتفاصيل صغيرة بتفقد هذا التعب آخر شي يعني بتلاقوه هلأ يعني ممكن نحكي بالفيديو شلون بس سريعاً في عندي من لطافة أو من أرض الزعفران والله ما نقادر إراها بس بعتقد إنه من لطافة نجدية هذا عطر يعني بروح للتقريباً يعني شبيه للعطورات الرجالية ومن ضمن البرزاتشي ديلان أو شقيقاته سبعته لا بأس فيه كويس مقارنة بالسعر طبعه ما حناخد كتير شرح عن العطر بقدر ما إنه هو باقتراح ويناسب عطور الخريف وسعره اقتصادي تراب الدهب من أرض الزعفران تراب الدهب رح نشوف كيف إنه العلب يعني متعوب عليها هلأ مثلاً مثل هاي العلبة الأنينة شوفوا مع أحداها هيك الأنينة متعوب عليها يعني حرام شكله حلو وغطاها هذا تبعه كتير حلو بس من جوه الإنر تبعه فائد إنه يمسك الأنينة يمكن يمكن حسنوها هلأ ما بعرف بس هاي من العطور يلي بيسمع فيكن بغبار الدهب والنوتات اللي رايحة على البانيليا والشوكلت هي هي واحدة منهم ولكن عطينا ريحة فريشي أكتر هذا هو العطر كمان مثل ما قلت لكم يعني أسعارهم ما بتراوح العشرة لخمستاشر دولار وبشبهها كمان ريحة من رواقح الكراميل يعني عطر كويس لبقس فيه بس دايماً نصيحة لو سمحتوا تجربوا قبل ما تشتروا دايماً هيبقوا لعشان ما يقولوا نحنا عم نعطي نصايح للشراء والله أنا ما يعني ما مقدموا لهم أخر الموضوع عندي بقدر منه عم شاركوا يعني شي أنا بحبه هلأ في عندي كمان خالص عودي خالص عودي من أرض الزعفران خالص عودي يلي يلي شم منكن توم فورد بلاك أوركيد هاي هاي يعني نسخة كلون عنه ولا بأس فيها وجودتها يعني جيدة وما فوق خالص عودي كمان تصلح لفصل الخريف والشتاء هلأ يمكن نخلي هذا كنا لآخر شي خلينا نخلي آخر شي أو يلا رمز لطافة كلكم تعرفوا أنه أنا بحبه لرمز لطافة كتير كتير عطر أداءه قوي ويصلح للخريف والشتاء وهذا على فكرة بيجي لونه نبيتي يعني الأنينة هلأ هيك على الضوعة متبين معي متل الأنينة لونه نبيتي أداءه رائع جدا ومن العطور اللي بحبه كتير يلي بتساعدني كتير وقت بديه يعني شكل أو أعمل ميكس لعطرين مع بعضهم هذا رمز لطافة كمان مثل ما قلت لكم أسعارهم نفس الشي كلهم بهاي الحيطان سر الخلود سر الخلود بيشبه عطر نسائي بس أنا والله ما متذكروا شوفوا مقاحلة هاي العلبة كتير كتير حلوة بتلاقوا أنه متعوب عليها بطريقة كتير كبيرة هاي من عطرات لطافة هلا إذا بتشوفوا الأنينة الكارتون عفوا إذا بتسكروا هيك وبيجي مقنط فوق من هون بيمسكها قديش هو يعني متعوب عليها بس إذا بترجعوا هيك بتشوفوا وتطلع الأنينة هادا الهون الكواليتي طبعه ما كتير كويس كمان هاي من العطور اللي بحبها بشبه مثل ما قلت لكم عطر نسائي بس ما عم متذكر شو هو بالمناسبة عطر رمز لطافة من العطور اللي بتشبهه من أجمل أود وود اعتقد من عطور اللي بيتشابه مع بعضهم فيها هادا مجد الشباب كمان من أرض الزعفران مجد الشباب طبعا صار فيه أسماء كتيرة ما عاد الشباب يقدروا يحصوا صاروا هلا يعني ينوعوا بالأسماء وهي الكارتون طبعه هيك يعني إذا شلناها هيك هاي هي يعني العطر بيشبه إلى حد ما الكريد الأسود إذا ما خانتني الزاكرة نعم كمان هو عطر فريشي ممكن هاي حدا منكن وبالمقابل كمان سعمحوني إذا أصرت بالرد على بعض الكومنت أو على الكومنت لأنه بيكون كتير الوقت مضغوط فأنا قدر المستطع عم حاول يعني براكد لحتى لحق أعملكم مثلا فيديو أو شيء أو نقدر نلتقي مع بعضنا بحبتي كتير كبيرة لقلكم كنوا بخير ومن الله